حقيقة خلينا نبدأ من الفيديو اللي شفناه إحنا وإحنا قبل الهواء عمليين نقول إحنا كلنا كلنا هادا الرجل كلنا محتاجين فعلا نقف وقفة لأن يعني وأنا بشوف الفيديو بجاوب على الإجابات لا إحنا فعلا وصلنا لدرجة الإدمان خلونا نبدأ بالفكرة ليه فكرتوا في فكرة التطبيق من البداية والفيديو كمان اللي شفناه بصي أنا بحب القراءة من صغري على رغم من ده ما كانش له علاقة أصلا بدراستي وأنا كنت وأنا صغير كنت بحب أشرح الكتب لأصدقائي لأنه لما أشرح كتاب لحد أنا باستفاد أن أنا بفتكر المعلومة وفي نفس الوقت صديقي بيستفاد أنه بدل ما يقرأ وقت بدل ما يقرأ يقعد يقرأ في الكتاب أنا بقول له الخلاصة بتاعت الكتاب فجيت في 2016 قلت أم أعمل ده أونلاين وعلى اليوتيوب عملته على اليوتيوب بشكل بسيط خالص وكنت متخيل أن عدد الناس اللي ممكن تكون مهتمة بالنوع ده من المحتوى مش كبير قوي ممكن ميت شخص مثلاً لحاجة كأقصى تأدير بشكل بسيط خالص أكني قاعد مع صاحبي على القهوة مش بشكل معقد وعملته أونلاين وحطيته وعملت اتفاق مع نفسي أن أنا كل أسبوع هعمل ملخص كتاب بشكل أنيميشن بسيط زي ما شفنا اتفاجئت بقى بعد شهرين تقريباً مما كنت عملت 8 حلقات أن فيه ناس كتيرة جداً اهتمت بالنوع ده وعجبها وحست أن ده بيحللها مشكلة وبيقدم لها قيمة اتفاجئت مثلاً وانا فاتح الفيسبوك أن فيه شخص مشهور أكتر من شخص مشهور بيشير الحلقات ودخلت ولاقيت أن فيه كومنتات وناس وناس كتيرة جداً ولايكس أنا بصيت على الشغل حاجة عظيمة جداً ورائعة جداً وانتوا بتأكدوا كمان فكرة أنه المضمون الجاد أو المضمون اللي بيحمل قيمة ليه مكان على سوشيال ميديا عكس ما الناس فكرة أنه بس المضمون الترفيهي والخفيف لا أنا ممكن أعمل ملخص لكتاب مهم في قيم للناس